الموارد المائية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الغير التقليدية موضوع يوم دراسي هم كذلك عرض نتائج دراسة الجدوى لإنشاء مرصد دولي للموارد المائية والطاقات المتجددة المرتبطة بها ينظمه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء هذا الحوار يدور اليوم حول الإشكالية للماء التي يعرفها العالم والتي تعرفها المنطقة المتوسطية وكذلك المغرب هذه الوضعية هي نتيجة التقلبات المناخية كما تعرفون التقلبات المناخية اليوم لأصبحت واقع يجب أخذه بعيدا اعتبار جميع السياسات القطاعية والانتاجية وشكل هذا الحدث الهام فرصة لتقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بالموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية فضلا عن عرض التجارب الناجحة على مستوى البحر الأبيض المتوسط للتخفيف من الآطار الإجهاد المائية لدينا موضوعان رئيسيان وهما تحلية للمياه وإعلية استخدام مياه الصرف الصحي نناقشهما في وشتي عمل مختلفتين وأيضا وبسبة خاصة الارتباط بالطاقات المتجددة وأعتقد أن المغرب اليوم يتقدم قليلا عن العديد من البلدان الأخرى من حيث الجمع بين كل من تنمية الطاقات المتجددة والموارد المائية وهناك مجهودات يجب القيام بها بالطبع لكن المغرب يسير في الطريق الصحيح ويحتذا به في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالكلام وفي الأربع سنواتنا الماضية انجز المغرب وأربع محطات لتحلية البحر يتعلق الأمر بكل من قادير الحسيمة طرفايا العيون وكذا إعادة استعمال المياه العادمة وعقلة تثمينها مشاريع أنجزت وفق التوجيهات الملكية السامية كما أكد المتدخلون أن مشكلة المياه في المغربي أو البحر الأبيض المتوسط لا يرتبط فقط بقطاع الماء وإنما بجميع القطاعات الانتاجية